السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها التحركات الميدانية التفويذ الشعبي الكبير لرئيس الجمهورية قيس إسعيد أمام الداخل وكذلك أمام الدول الأجنبية ورؤساء الدول الأجنبية المنظمات الدولية الهيئات الأممية لقادة تضغط على رئيس الجمهورية وقعد يتم التسويق على أنه ديكتاتور على أنه يهدد الحرية ويهدد الحقوق ويهدد الأخوين وقعد يزج بالخصوم في السجن اليوم ردود فعل أخرى متواترة على هذه التحركات الميدانية المهمة للغاية في البداية فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بشتصلكم الفيديوهات القادمة للقاوة وأنه عدة يعني محلين سياسيين اعتبروا أنه قيس إسعيد هذه الشعبية ما جيتش من فراغ هذه الشعبية هي شعبية حقيقية فرضها الشارع شفناها في الشارع ناس خرجت من غير فلوس من غير ما جيبوا كيران هزوا فيها لعبات من غير ما وزوا حتى شيء نلقاوا اللي لعبات ماشية أتساند في رئيس الجمهورية وقراراته بعد 25 جويل هذا اللي أيده هي عملية سبر الأرى اللي قيس إسعيد يتصدر المراتب الأولى وبعيد فرق بعيد بينه بين الناس اللي بعده من سياسينا المحلل السياسي حافظ الغريبي يقول اللي استطلعات الرأي في تونس تؤكد تمتع قيس إسعيد بقاعدة شعبية واسعة لأنه غير الواقع المرير خلينا نشوف بعض الأصدقاء لرئيس الجمهورية قبل ما نشوف الأعداء شنو قالوا على هذه المسيرة الكبيرة في شرى لحبي بورجيبة في تونس العاصمة وكذلك في عدة وفي أغلب جهات الجمهورية خلينا نحكي على رذاشها بالمكي المعروف بريذالينين الناشطة السياسي اللي أكد أنه المرحلة الاستثنائية الحالية ستنتهي بزويل سببها وهو الخطر الدهم على اعتبار وأنه تم الدخول فيها الإجراءة هذه لأنه ثم خطر دهم اللي هي الحكومة والبرلمين المكي قال الي هو عنده أمل في أنه الفترة هذه ما هيش بش طول برشا الفترة الاستثنائية ما هيش بش طول برشا خاصة بعد ما رئيس الجمهورية دخل إلى الحكومة وكلف نجلة بودان بتشكيل الحكومة المرتقبة وعلى ذكر الحكومة نذكره بتعهدات رئيس الجمهورية قيس سعيد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي كنت فم مكلماتي فيها بينتهم وأبلغ رئيس الجمهورية قيس سعيدة رئيس الفرنسي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة خلينا نحكي وزيدة على خصوم رئيس الجمهورية وفي المدة الأخيرة ظهر خصم شرس جدا ضد الرئيس اللي هو أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك اللي يحذر في المظاهرات المنوئة لرئيس الجمهورية المظاهرات المعارضة للرئيس خطابته حادة جدا لقائته وتصريحاته والإعلامية مهاجمة للغاية لرئيس الجمهورية خلينا نشوف إشنو قال على مسيرة يوم الثلاثة أكتوبر في شرال أحبيب بورقيبة في تونس العاصمة قال جوهر بن مبارك اللي حملت مواطنون ضد الأنقلاب اللي مشارك فيها هو باش ترفع قضية ضد شكون ضد وزارة الداخلية هات نشوف مبعضنا عليش قال اللي القضية هذي باش تترفع وراه هكا ولا هكا باش ينظموا مسيرة نهارة 10 أكتوبر الحالي بعد ما تم منعهم من تنظيم مسيرة يوم السبت 2 أكتوبر ويقول اللي فم اجتماع شعبي باش ينظم التحركات الاحتجاجية المقبلة جوهر بن مبارك يقول اللي فم منع ممنهج من قبل قوة الأمن الحرس الوطني مثلا ببومهال في ولاية بن عروس اللي قام بمنع مناصر حملة مواطنون ضد الانقلاب على حد تعبيره وللإشارة في أنه إقحام المؤسسة الأمنية في مثل هالسراعات السياسية هذي يراه لن يجدي نفعا لأنه فم نيس فهمة الدرس وفهمة اللي رأوا الشعب سيه معادي نجم يرجع ويغسل يده من المنظومة لكل هذية ما عليهم إلا أنهم يستوعبوا الدرس يقبلوا بالفشل نقطة مهمة جدا هو أنهم يقبلوا بالفشل ويراجعوا رواحهم يستسلموا ومبعد يعاودوا إذا كان هم يحبوا يرجعوا للساحة السياسية فلازمهم يعاودوا سواء من الهيكل أو المشاريع أو البرامج أو الظهور أو الشخصيات إلى غير ذلك مش سهل أنه بعد عشر سنين الشعب يقول لي لهذه المنظومة اليوم يقولوا اللي القوات الأمنية هي لمنعت والحقيقة شفنا عدة نقابة أمنية استنكرتها تصريحات هذه وقالت لي النسي لكلها لازم يعني تنقى بالمؤسسة الأمنية عن مثل هذه الصراعات كذلك نقابة صحفين تونسيين أكدت أنه الصحفين لازمهم يخدموا خدمتهم بكل حيادية سواء في تونس وإلا في الجهات ليجيوا مع رئيس الجمهورية ليجيوا مع الطرف يعني الخصم وهما ما همش حطب معركة ما همش طرف في الصراع السياسي كيف هم كيف الأمنيين وهذا اللي رحبوا به برشة أطراف نلقى أيضا جوهر بن بارك اللي حمل رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية أي اعتداء إنجمي طال سلمتو الجسدية وقال اللي يعني هو سلمتو هو وإلا سلمت العائلة متاعه وإلا سلمت أي مناضل معارض على حد تعبير جوهر بن بارك يقول الناس اللي جاء اسميهم في القائمة في القائمة معنا اللي صحوا ضد رئيس الجمهورية حاتوهم في قائمة تخوين وتحريض ويتم الترويج لها من أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد أما خالد الكريشي أنا في البرلمان يعلن انتحار راشد الغنوشي سياسيا ويقول من يملك الميدانة اليوم هو من يملك القرار يقول الناس اللي خرجت منذ 25 جويل هذيك لو كان جاء انقلاب راو ناسي كل هاليوم في الحبس وراو صار ما صار في مصر على سبيل المثال وراهي الشعب التونسي لو كان اللي صار انقلاب في 25 جويل الشعب التونسي بيدو راو هو اللي تصدى لهذا الانقلاب كما اللي صار في تركيا مثلا وقت خرجوا حابوا يعملوا انقلاب أردوغان ولكن على أردوغان عفوا ولكن الشعب هو اللي خرجوا وتصدى لدبابات الانقلابيين بصدور عالية وبالتالي هذا ما هوش انقلاب وذيك عليش اليوم فما حرية تامة انه تعبر لعبات سواء مع قيس سعيد او ضد قيس سعيد ونلقى ريذالينين مثلا لهو صديق قيس سعيد يقول مسيرة 3 اكتوبر تعبر عن رغبة الاف التونسيين في فتح صفحة جديدة هذه الرسالة اللي ما حبوش يفهموها اللي نور مال مو يستوعبوا الدرس يفهموا ما يحب الشعب يراجعوا رويحوا ما غلطوا ويعاودوا من لول وجديد لانه طول ليه ما جالل انك انت تتعنت على الشعب على رئيس الجمهورية وتقول ليه الا بالصناديق ليه رئيس الجمهورية معاها الشعب فما ارادة شعبية اليوم قوية جدا تخلي رئيس الجمهورية قيس سعيد في موقع قوة للغاية ضد حركة النهضة وبالتالي نلقوا انه قيس سعيد في موقع قوة يعني ضد حركة الاخوان وضد رشد الغنوشي ايضا نلقوا اللي توينسا اللي خرجوا بكل تلقائية عبروا على رغبتهم في المقابل هذا يدل على وفاة او وفاة حركة النهضة سياسيا او انتحار رشد الغنوشي سياسيا جراء هذه التحركات جراء رسالة الشعب اللي هو الى حد اليوم ما زال ما هوش حاب يستوعب ما هوش حاب يقبل الهزيمة ما هوش حاب يقبل الخسارة اللي هي واضحة للعيان لكل عالم ظاهر انه هو خسر ولازم يستوعب الدرس